يعتبر السودان مليه جداً بالمصادر السياحية والمقايمات السياحية فعليه نناشد السادة المسوئين والسادة المستثمرين السودانيين اللي وراء رؤى واضحة وخطط ثابتة ديها السياحة يعتبر السياحة طبعاً من المصادر المهمة جداً لرفع الاقتصاد الوطني علماً بأن معظم الدول الخارجية تعتمد اعتماد كله على السياحة في الاقتصاد أو في عائلة الاقتصاد السياحة في السودان مقتاجة متوت كبير جداً من الدولة مش من ناحية بتاع الدعمي فقط إنما حتى تزغيف للمواطن السوداني أنه كيف يتعمل مع السياحة أنه زاد السياحة مرتبطة بالبيئة مرتبطة بحياة كثيرة الاقتصاديات مرتبطة حتى بأنه يعني بالدور مبالغ للدولة باعتباره غافل من الروافضة الكبيرة لمسالك النهوض بالاقتصاد السوداني السياحة في السودان محتاجة لغانول محتاجة لعشان الناس ذاتها يعني تعرف حقها وين وحدتها وين وكده بعد ذاك محتاجين لتزغيفه لأنه هسه المسال لذاتها مرتبطة باقتصاديات إذا الليلة واحد دار شيء لأولاده يمشي ومشي بحدة سياحية بعد ذاتها مرتبطة باقتصادياته يتكلفوا مبلغ من المن فنحنا نأسف هو شيء لتاعت كثيرة جداً في السودان الآن اندسرت حسرة كبيرة لغابطنبارونة انه تكون يوم من الأيام تحت الغاضي يعني حسرة كبيرة جداً جداً وهو برجال فاتح يواقف شامخ في حدقة الحيوان الكبير اللي هي كعلاً لكل الشعب السوداني والعوالي السودانية بتيجي تقعد يعني زي ما تقول يضطوا فيها وقت سياحة في السودان وقوامات موجودة تحتاج لرعاية والبنية تحتية نسبنا الفنادغ يعني هي ماكن السياحة والترويق للسياحة داخلية وخارجية الناس بيجوا داخلين السودان من برها ومشونها سقوط يرويوا للسياحة خارج السودان حتى السياحة تمشي لجدام ويجي من عائد البلد